والنهاردة النصيحة اللي احنا جابين على حضراتكم هي انه لازم نهتم بزراعة النباتات في البيت ايا كانت انواعها ولكن زراعة النباتات ليها تأثير ايجابي كبير جدا 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 على الحالة النفسية ودي اثبتتها دراسات حديثة قالت انه الاشخاص اللي الحقيقة بيزراعوا نباتات او ظهور ده بيزود عندهم الحالة المزاجية وبيخفف التوتر وبيخفف الضغط النفسي ليه؟ لانه النباتات دي اول حاجة بيبقى فيها الوان مختلفة اللون الاخضر طبعا من الالوان اللي يعني بتمتاز بالسلام النفسي اللون الابيض الروز ايا كان انك انت تشوف الوان طبيعية كده الصبح ده بيفرق جدا معاك كمان الزراعة في حد ذاتها من الانشطة اللي مهمة جدا جدا علشان تخرج الطاقة السلبية وانها تدخل مكانها طاقة ايجابية لانك انت لما بتزرع شيء بتفضل تراعيه وتصبر عليه ولما بتشوف بقى كده حاجة حلوة طلعت قدامك لما بتنبط ده بيديك انت حالة نفسية حلوة قوي قوي وتلاقوا انه دايما كده الاشخاص اللي مهتمين بزراعة النباتات دايما يعني مبتسمين ودايما عندهم حالة كده من الإيجابية عندهم سلام نفسي فبالتالي احنا بننصح دايما بزراعة النباتات والزهور في البيت الا طبعا لو حد عنده حساسية طبعا بيتجنب زراعة النباتات ولكن بشكل عام هي مفيدة جدا جدا وصباحكم امر وخير ودايما بهجة كده وتمانية الصبح وابدأ يومك صح؟ شكرا